سائل يقول هل يجوز تعجيل الفدية قبل رمضان أو في أول شهر رمضان هذه مسألة شائكة ومسألة مهمة ومما عمت به البلوى أن بعض الناس وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة قبل شهر رمضان ونحن في شعبان يطعم ثلاثين مسكينا فيخرج فدية قبل وجوبها يخرج الفدية قبل وجوبها كمن أخرج زكاته قبل وجوبها وهل يصح الحج قبل موسم الحج؟ وهل تصح الصلاة قبل دخول وقتها؟ وهل يصح الصوم قبل رؤية الهلال؟ فكذلك الفدية هي عبادة لا تصح إلا إذا وجبت ما معنى وجبت؟ يعني يأتي شهر رمضان وتعجز عن الأكل وتأكل حقيقة فتترتب عليك الفدية بعد أن تأكل الفدية لا تترتب هكذا لأنك تعلم أنك مريض هكذا بالنية فقط لا يعني لا يصح لأنه لا يصح تعجيل الحكم قبل وجوبه لعدم حلول أجل وجوبها وجوب الفدية لم يحل رمضان لم يحل لم يجري عليك القلم لم يجب عليك الصيام فكيف تخرج هذه الفدية؟ إذن الأفضل أن تصوم أياماً تصوم عشرة أيام وتخرج فدية عشرة أيام ثم العشرة الثانية وتخرج فدية العشرة الثانية ثم العشرة الثالثة وتخرج فدية العشرة الثالثة أو تخرج الفدية يوما بيوم يجوز أو بعد خمسة أيام المهم القاعدة أن الفدية لا تصح ولا تكون فدية ولا تسمى فدية ولا يطلق عليها فدية إلا إذا مر الصرم وأنت لم تصر فإذا لم يمر عليك صرما ولم يجب عليك رمضان فكيف تخرج فدية ما لم يجب عليك وهذا مما يجب أن ننبه إليه فكل من استمع إلى هذه الحلقة أتمنى أن ينبه غيره لأن كثيرا من الناس يعتقد أنه أخرج فديته وهو في الحقيقة لم يخرج فديته ولا تزال في عنقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته